يوسف على الجانب الآن الكل اللوم دياز مرة فوق ومرة تحت هل مشكلة مرة ثانية هي في دياز بصراحة احنا قديم نتكلم على دياز كتقييم في المباراة موش بشكل في الاتحاد عمل مباراة كبير مباراة جيدة واخنا اخترناها اللي هو كان مدرب الأسبوع اليوم دياز رجع لدائرة بكل صراحة ما نحبش نقول الفشل لكن دائرة التراجع قطر اليوم الهلال كان يقدر يكون أفضل من في الحالة اللي عباها خاصة في الشوت الثاني انهيار من النواحة البدنية تاكتكين ما تماش حلول خاصة في التغييرات للتغييرات ما نشتتش الفريق تم تأخر بعض الشاي في التغييرات لما حسينا رتم اللعب انخفض هنا يزم يدخل المدرب ويعمل تغييرات باش يعاود يعطي الحيوية للفريق وهذا ما كانش موجود اليوم مع دياز تحس اللي ثم سلبية زادة في التعامل مع المباريات مع التعامل مع تحس اللي دياز حتى كتشوف تركز عليه الكاميرا متحسوش يتفاعل مع المباراة وتكون طبعه كده كبتل مهما يكون المدرب طبعه نعرفوه خاطر كان زادة حماسي شوية وكان يعيش المباراة بعد التعادل هتكلم من التعادل حتى ترتاح لما تمدرب تكون متقدم لكن ثم اوقات يزموا يرد الفعل حتى لما اللعيبة تتراجع في المستوى لما يزموا هنا يزموا يدخل يعمل ردد فعل على قل باش لعيبة زادت ترد الفعل في وسط الملعب اليوم حسينا في بعض الوقات اللي مثلا اندري كاريلو كان يتمشى في الملعب بعض اللعبين اخرين كيف كيف فقد التركيز ميشيل دلقادو كان معناه يغيب في كثير اوقات في المباراة لكن في تقديري شخصي حتى التغييرات ما كانتش في موافقة حمد اليومي كان منفض اللعيبة في الفريق معناه شنو التغيير اللي صار نقطة استفهم في تقديري شخصي